بايد 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 كماليس عبدالسو رجل فرحة عارمة لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بانتخابات شهدت تعقيدات كثيرة وبفوزه يكون أردوغان رئيسا لتركيا في ولاية ثالثة تستمر حتى العام الفين وثمانية وعشرين بعد خوض منافسة انتخابية شديدة مع منافسه مرشح الرئاسة المعارض كمالك لجار أوغلو منافسة جعلت تركيا تسجل للمرة الأولى في تاريخها جولة انتخابية ثانية وبالنظر إلى تقارب الأرقام التي دفعت نحو جولة ثانية قياسا على سنوات دأب فيها أردوغان مع حزبه على الانتصار المريح وبالنظر أيضا إلى حجم الملفات المتراكمة قبيل الانتخابات والتي وضعت إدارته تحت السؤال بعد ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية ثم الكارثة البشرية والاقتصادية التي تسبب بها الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط الماضي فإن أردوغان وبحسب سياسي تركيا نجح بامتياز إذ اعتبر مراقبو العملية الانتخابية أن هذا النجاح نتاج النقلة الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والعلمية التي عزز دورها السياسي في الخارج رجل حزب العدالة والتنمية ما جعله يحظى بأكثر من ستة وعشرين مليون ناخب تركية ولد أردوغان عام 1954 في إسطنبول وأصوله تعود لمدينة ريزا على البحر الأسود أنهى درسته الثانوية في العام 1973 وبعدها درس في جامعة مرمرة في كلية العلوم الاقتصادية وتخرج منها عام 1981 يحسب الأردوغان نجاحه في دفع البلاد دحوى التطور في جميع النواحي الاقتصادية والصناعية والتجارية وعمله على إطلاق مشاريع ضخمة في عموم البلاد وتطويره المؤسسات والبنية التحتية إضافة إلى الصناعات الدفاعية على الجهة الأخرى لم يغفل الباحث في تفاصيل المنافسة الرئاسية بالإشارة إلى أن الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة ساعدت أردوغان بدولها في الفوز وذلك ما أكده مراقبون أما انتخابات تركيا فقد سجلت للعالم أجمع أنموذجا انتخابيا عزز روح الديمقراطية بمشاركة أكثر من 88% من عموم الشعب التركي وفي جولة انتخابية ثانية